بسم الله. بعض الأخو الأفاضل طلبوا أن أقول الكلمة بسيطة لطلبة اللي هي لسة متخرجها حديثا. زي النور بين اللي تم دراسة في الكلية وصوء العمل. بداية نحب أشكر صفحة سيفل انجينيريج دي بارتمنت ف او اي الكس. وأتمنى ان رب نافع في الكلمة ديت. لا لوعي قائلها ولكن قد يكون الحكمة غير الحكيم. بداية يعني نقطة البداية هل هي مشروع التخرج ولا سنة رابعة ولا. في الحقيقة مفروض نقطة البداية تكون قبل ما تدخل للسنوان العامة. بس خلينا نبدأ بان انت خلاص دخلت الكلية اللي انت عايزها. فاول حاجة مفروض تعملها ان انت تسأل الناس اللي هي خلصت الكلية واشتغلت ايه هي المواد اللي انت تركز عليها. وايه هي المواد اللي بش مفيدة بحيس ان انت تعرف المواد اللي هي هتفيدك في صور العمل اللي تركز عليها قوي. من غير ما تيمن بيئة المواد برضو تذاكرها وتحاول تجيب فيها تقدير كويس. وتبقى حريص ان انت في كل اجازة في الصيف تنزي تدريب. بحيس ان انت تاخد خبرة كويسة جدا وبالذات لو في شركات لا اسم كبير زي مثلا بقولينا عرب مثلا. الحاجات ده هتفيدك اول لما تيجي تخلص كلية وتقدم ما ما يتقفش عودة ان انت ما عندكش خبرة. لان بيحصل مشكلة يقولك ايه ان انا عايز اشتغل في الشركات عايز خبرة. طبما الخبرة لازم اشتغل في شركة. فتدخل في دوامة الفرخ الاول ولا تبيضة. فهو علميا الفرخ الاول. فهو مبدئيا كده حاول في كل اجازة في الصيف تنزل تدريب وتاخد خبرة وتسأل براحتك دورة على الناس اللي عندها خبرة وتسألهم مفيش حد بيبخل بمعلومة واللي بيبخل بيبخل على نفسه. وخليك حريس ان انت متفتيش لو اي حاجة متعرفش يقول معرفش. واسأل مفيش مشكلة. وحاول تعرف انت عايز تبقى ايه. بمعنى ممكن تكون انت عايز تبقى دكتور في الجامعة. تمام? يبقى انت هتاخد خطوات غير لو انت عايز تبقى مدير شركة. غير لو انت عايز مهندس تصميم. غير لو انت عايز تبقى مهندس في موقع. كل واحدة مدول لها خطوات معينة. فلو انا محدد الهدف بتاعي هيسهل عليا كتير. طيب انا مسلا حددت حاجة معينة. اسأل احسن واحد في المجال ده نعرفه. يعني مسلا اخترت ان اكون دكتور في الجامعة. اشوف الدكتور في الجامعة ومعيد اسأله ايه الخطوات عشان اوصل لكده. وهبدأ اخد الخطوات ديت. تمام? يعني مسلا دكتور في الجامعة ده مجال اكاديمي. فهضطر مسلا تدرس ازاي اعمل رسالات. ازاي اقوى نفسي مسلا في طريقة الكتابة. دي هتفيدك اكتر. غير لو انت مسلا هتشغل مدير في الشركة. فهضطر مسلا تركز على جزء بتاع البي امي بي. تركز على جزء بتاع ادارة بتاعت الشركات. تمام? فهتممكن من دين الحائطة اللي ممكن تفيدك ان انت تشوف مطلبات الوزيفة. تمام? اه كل الوزيفة بيلاها او مطلبات. او ممكن تدور عليها او تدخل على الموقع التوظيف وتشوف ايه الحاجات اللي بتتكرر في الوزيفة ديت. يعني مثلا لو انت مسلا بتدور على وظيفة مهندس معماري مثلا. هتفتح هتلاقي بتكرر كتير قوي ان هو كنا عارف في سي جدي ماكس وريفت. خلاص بقنا الاتنين دول هركز عليهم. تمام? فانت خلاص عرفت ايه هدفك فبش تضيع وقتك في ان انت مثلا تتعلم كذا وتعلم كذا. تعلم حاجات ملاقش لازمة او مش مفيدة اوي. تمام? فانت لو انت عارف هدفك بش هتضيع وقتك. اه اللي انت بتعلم فيه كلية كويس جدا بس تدعو بورا عن اسيات دي. في حاجات تانية لازم تتعلمها زي مثلا السوفت وير مثلا. اللي في حاجات تانية غير كده. بس من ضمن الحاجات برضو موضوع البرامج. في برامج اللي هي العادية اللي احنا نتعدين عليها. مسلا في الانشاء الساب والتابس والساف. في المعماري هتلاقي سريدي ماكس هتلاقي الوتوكاد. هتلاقي مسلا اه. في التكييف مسلا الهاب. حاول تتعلم الحاجات ديت. مستنشن انت لما تتخلص كلية وتبدأ تشتغل. تفاجأ ان الحاجات ده مطلوبة فبتبدأ تتعلمها. لا حاول تسكنها وانت وانت شغال. اه موضوع البيم برضو دي في سيستم جديد حاول انت تتعلموا وتعلم البرامج بتاحته. ا Door وحاول انت تنزل موقع. لازم حتى لو شغل في التصميم بتنزل موقع وتقطق خبرة وشوف الحاجة بعنيك. هتسر معا كتير جدا جدا صغيره. يعني احنا شغاليين على الورد ان تبقى حاجات صغيرة لما تبقى الموقع متفاجأ بحاجة تاني خالص تمام فمن ضمن برضو الحاجات الكويسة قيمة كل امرين ما يحسن دي كلمة قالها الامام علي بنبي طالب تمام قيمة كل امرين ما يحسن قيمة كل امرين اللي هو تعلمه وعمل به واتقنه الاحسن يضم التلاتة دور كلهم مع بعض تمام فممكن تلاقي واحد اتخرج مثلا من خمس سنين واخد تقدير جيد وشغل شركة وزميله بتخرج في نفس السلام نفس التقدير وشغل في نفس الشركة وده بياخد مثلا خمس تلاف والتاني بياخد مثلا عشرين الف او خمسين الف الفارق بينهم ان ده اتقن حاجة وتميز فيها فاصبح مطلوب واصبح الناس محتاجية فبتديلو القيمة بتاعته تمام ما تخليش كلية تشغلك عن الدراسة عن العلم المذاكرة تاعت الكولية دي كويسة جدا ما بنهملهاش بس بتلاقي حاجات تانية مهمة بتحاول تتعلمها في حاجات تسمى موك يعني كورسات تبقى اونلاين ببلاش زي ازكس وكورسيرا بتدار تتعلم كل حاجة عند عايزها اللي موجودة في جامعات كندا وامريكا وبريطانيا وبتدار تتعلمها ببلاش عن طريق ان انت بس تكون عندك خط انترنت فحاولت تتعلم الحاجات دي هتلاع اليوتيوب خش على اليوتيوب وبدل ما تدور على فيلم واللغانية لا دور على دروس تعلمية وابدأ تطور نفسك تعلم انجليزي تعلم دارة اعمال تعلم بم تعلم تعلم كل يوم تطور نفسك كل يوم لازم تقرأ حاجة جديدة كل يوم لازم تبدأ يومك بمعلومة جديدة تعلم وعلم يعني لما تتعلم حاجة وفي نيتك نتعلم حد تلاقي ربنا بيوفاك وتعلم حاجة ثانية وثالثة وربعة وربنا يكرمك كده كل ما تعلم حاجة اتعلمت دي دي فيه جزء اساسي اللي هو بنعتبره اثنين ونصف في المية زكاة العلم وفيه جزء انت بتطوع بيه لان العلم كل ما بتخرجه كل ما بيجي لك اكتر عكسي في الجزء بتخرج جزء بين قص مفروض يعني لأ العلم بتخرج بتزيد بتزيد بتلاقي المعلومات بيجي لك من حيث لا تدري تمام احتفظ بكتب كلية حتى لو راجل بتاع الليب وسوداني قالك هات هواديك ارتاص لأ يعني السوق ان كيمة المعلومات في الكتب دي اغلب كتير من ارتاص الليب في يعني احتفظ بها هتفيدك هتحتاجها في يوم من ايام حاول يبقى معك الكود على طول الف يعني مثلا لو انت شغل بكود المصري هتروح المركز القومل بحس الاسكان والبناء هتلاقي كود تقريبا الكتاب 20 جنيه حاجزا كده ولو معك ان اي طالب هتاخده بسعر نص ساعة يعني حاول حات تخلي طالب يروح يجيبه لك تاخد نص سعر حاول قدر امكان لو انت شغل في الخليج برضو بقى معك كود الاكواد لو انت شايف ان عشان جند كتيره ممكن تجيبها اونلاين ببلاش تمام حاول ان انت طول الوقت بتتعلم ما توقفش ما تقولش خلاص انا اتخرقت لا يعني طول الوقت تعلم طول الوقت معك وراه قلم وتكتب كل حاجة تعلمها ممكن تقول لا ده معلومة بسيطة لا المعلومة دي ما تهتمتش على الزاكرة لان الحفز شاف هو هتنسيه فلا انت هكتب وبعد فترة كده لما تحتاج معلومة وترجع لها هتلاقي الموضوع اسهل بكتير واي حاجة تعلمها топكالي بتقبل مشروع حتى لو مشروع وهمي حتى مثلا لو هو مطلوب من كاد والانت عميlekة مسلا اتمنه في المشروع innocent وانت عدى دوت وابعته له هذه المدير بتاعك تمام اا و trail زمالك في الشغل بحيث ان انت كلكوا اتعلموا نفس الحاجة ااا لو انت عند خلاص الخبرة والعلم والحاجات ده كلها ابدأ اكتب بصيرة ازاتية كويسة ويعمل نموذج للعمل بتاعك بورتفوليو يعني بتجيب ممكن فيه برامج بتعملها وممكن لو انت بش حس تجيب برامج تعلم برامج جديدة لو انت جبت الباوربوينت وبدأت تحط صور للمشاريع اللي انت اشتغلت عليها وتكتب اسم المشروع وتكتب معلومة بسيطة وتصدرها بدي اف هتلاقي دي ملف بورتفوليو كويس جدا في صور للشغل بتاعك هتلاقي الموضوع ده يفيدك جدا بتبعث له سيفي وتبعث له في ملخص الخبرة بتاعتك والبرتفوليو ده صور للحقات اللي انت بده قدر تعملها وممكن تعمله فيديو وتحطه على اليوتيوب وتحط اللينك بحيس اللي عايز يشوفها ما تكذبش في اي حاجة في السيفي لانها هتقفش الراجل اللي هو بيبص على السيفي عنده خبرة ان هو مجرب بيبص يعرف السيفي ده صح ولا غلط حاول يبقى ليك شبكة علاقات كويسة سواء زمانك في العمل سواء اللي شغلين معك في نفس المجال لان كل الان كده يعني شغلت في نفس المجالب فمن قابل بعض وبلاقي واحد مثلا شغلت معها مثلا مع عشرة سرين بقابله النهاردة فخلي علاقة كويسة بالناس ودي اتمنى ان الكلام البسيط ده ينفع الناس اقولك قوله ازي واستغفر الله لي ولكم